محدش أبداً كان بيختلف عليه ومازاله وحكّلت لي أن الإنسان عنده كان بيسوء الفنان مزبوط وهو ده مفتاحه مفتاح نور الشريف فعلاً أن الإنسان عنده هو الذي يقود الموهبة هو الذي يقود الفنان نور الشريف عشان كده هتلاقي دايماً عقل يقز نور الشريف كان كان عقلاً يقزاً منضبط حياته يستيقظ مبكرة مش معنا كده يصحوا متأخرين يعني يبقى أقل ولكن أنا بكلم على فكرة أنك تخطط لحياتك يصحى بدري قوي يعني لما منتقابل برة فأبتدي أصبط ساعتي على أنه هنصحى بنفتر مع بعض ونقعد بها في الفتر نتكلم فكنت بقى أزبط يعني عارف أنه هو مسلا ساعة سبعة ينزل المطحب فأنا سبعة كون موجود ونقعد ونتكلم فانضبط غير عادي يعني قارق مثقف ما يخشش معارك جانبية برا النص خالص دايما عنده قدرة على قرأة الخريطة اللحظة والقادم فما يعانتش في ناس مواهب كبيرة اللي قضى عليها أنها بتتحدى الواقع لا نور كان واقعيا يعني واقعيا أنت في لحظة النجوم بيبقى صعود وهبوط بتبقى في مكانها وبنتنزل درجة وبعدين يمكن تتقدم شوية وهكذا وجود جيل بعدك ربما يجعل الدنيا تتغير هو قارق جيد جدا عشان كده لحنلاحظ أنه هو كنجم دايما في الدايرة ما هواش الأول أنا أتكلم كلمة أول هنا بتاعني الأول في الأراضات مثلا لا عمره ما كان أول يعني في جيله ما كانش هو النجم الأول في الأراضات يعني لو قلنا مثلا سبع نيات كان مين اللجم الأول محمود ياسين وبعدين حسين فهمي وبعدين نور هو كان رقم ثلاثة يجي باكاية تمالينيات عادل يصعد أحمد زكي وعادل يصعد عادل عادل إمام يصعد كنجم شباك أول حلو هل نور اختفى؟ لا يفضل نور موجود واخدلك فنور اللي اداله المساحة دي إنه هو قارئ جيد للحياة والفن ومدرك إنه دايما هناك تغير في الخريطة ومتخبطش بقى متقولش لأ لازم أنا اسمي قبل فلان يبقى هو مثلا ودي وقعة يعني اللي هو العار فيلم العار كان سنة تلاتة وتمانين كان نور رقم واحد حسين رقم اتنين محمود عبدالعزيز رقم تلاتة بعد كده يجيوا يتقابلوا فجالي لوحوش محمود يعلو ليه محمود محمود العار نشن وربنا يدي الصحة لعلى عبدالخلق نتمنى له المخرجنا الكبير نتمنى له الصحة وطولة العمر اللهم أمين يعني حطه مظبوط على التراك بلغة ما كانش قد ترشيح الأول كان نيحة الفخراني إنما جال بديل وكأنه بالزبط فاستغل أنا بتكلم هنا على محمود عبدالعزيز علي صعد علي عبدالخلق طبعا عمل معابا بيتهالي صعد بعد كده دور فجالي لوحوش كان اعدام ميت هو كمان علي عبدالخلق مظبوط لا وشوف مع نور شوف مع نور إزاي اللمحة الإضافة اللي عملها نور تعرف حركة الرقبة دي الرقبة وتكلم عنها بالمناسبة دي خدها من من شخصيات من الحقيقة مرة حكالي كنا بكت عامل حلقة عن رجدي أبوازا كويس فقال لي فالنور ديمن معها كراسة كده أو أجندة كويس قال لي على فكرة الأجندة دي أنا خدتها من رجدي أبوازا ازاي رجدي أبوازا قال لي لما يقامل حد كان يأيد بعض التفاصيل متعلقة بالشخصية دي ربما بعد عشر سنين مثلا تكسدها دراميا كويس فيستعين فهو من ضمن التفاصيل حركة الرقبة بتاع فده نور هنا العقل بقى موهمة؟ أيوة لكن العقل بيعرف يستد تفاصيل لما جاء علي بقى محمود لما جاء علي محمود عبد العزيز من العار اللي هو كان اسمه نور أسبق وتقابله في جري الوحوش قال لك لأ محمود اسمه قابلي وبعدين أنا وبعدين حسين هو ده وبعدين تقييمه كمان الفني بوناسبة العار عشان ما نتوقفش كتير عند فيلم واحد تقييمه الفني إيه؟ أغلب الصحافة وهي بتتكلم بتتكلم دايما عن الشخصيتين اللي هما كانوا برزين قوي ككراكتر اللي هو نور ومحمود عبد العزيز كويس جاء نور الشريف قال لهم لا أصعب دور كان حسين فهمي وعمله بشكل جيد جدا شوف القدرة على التحرر من الذات في عز التنافس بينه وبين محمود ياسين في السبعينيات كان التنافس قوي جدا كويس ودائما التنافس بيبقى فيه ضربات تحت الحزام احنا بشر اي إنما لما شافه في عين عقلي قال لي ما جاليش نوم كنت ساعتها يخبر بيك قبل المحمود لما كنت بتقول للناس باتي أنا بتدور عليك في التلفون ويقول لك إيه ده يدور إيه لحظة خلاص جابه حتى لو مسافر برة مصر هيجيبه لأ كان لسه تلفون أرضي وما جاليش نوم إلا لما كلم محمود قال له انت عامل أعظم الأدوار أنا شفتها كفن أداء فعز التنافس هو ده نور يعني نور تركيبة خاصة جدا واللي قبله يعني اللي لحقه لحق زمنه وقبله أكيد أنا استفدت كتير جدا جدا